الحمد لله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم إخواني أخواتي الكرام صلوا على النبي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته معكم إكرام من قناة دروس إكرام التعليمية فيديو اليوم عبارة عن الفرض الثاني للثلاث الأول في مادة اللغة العربية لمستوى الرابعة متوسط النموذج الأول دلت لكم عليه تلقى وفي القناة وهذا النموذج الثاني رح نحلوه إذن السنة أي النص انتصف الليل ونهض الكاتب اليأوي إلى النوم أي يذهب إلى النوم وأغلق باب حجرته وراءه وترك جهاز الحاسوب مفتوحا وعلى من ضدته يقبع ذلك القلم القديم وما إن خرج الكاتب حتى تراقصت أزرار لوحة المفاتيح يعني هذا القلم دار بقعة على زر لوحة المفاتيح فبدأت لوحة المفاتيح أو الأزرار هذوك تتراقص أي ترقص ثم اتجهت ناحية القلم وتحدثت إليه بلهجة يعلوها التهكم والسخرية أما زلت تقبع هنا لا أدري لما يحتفظ بك الكاتب فقد انتهى عصرك كان الواجب أن يضعوك في متحف للآطار تكون مجرد ذكرى من الماضي يتردد عليك الزائرون أي حدث خطاب بين شخص والقلم هذا هذه استعارة يعني ما كشفنا رح تتحدث مع قلم ما رأيك في فكرة الانتحار يعني روي شجع فيه على الانتحار ويهضر معه بلكنة سخرية وتهكم وجشع وعدم رحمة إلى آخره وبعدها يأتي الخبر على الصحف الإلكترونية يقول انتحار قلم يئس من حياته قالتها وقد انبعثت منها ضحكات متتالية قطعتها صرخة القلم كفى كفى ما هذا الغضرسة التي تتحدثين بها ولما هذا التعاري يعني قلت لها انت يا مجرد حاجة من الماضي ما عندك حتى حتى فائدة في المجتمع تقبعين على اللوحات وما عندك شاني فائدة في هذه الحياة لازم يحطوك انت مجرد ذكرى لازم يحطوك في متحب الآثار أو ما رأيك في فكرة الانتحار وليخرج في الصحف الالكترونية انتحار القلم انتحر أو انتحار قلم يئس من حياته يعني ما عندك بازوش حياته قنط من الحيات انتعوه قالتها وانباثت منها ضحكات ها 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 كأنها تضحك على القلم بسخرية وتهكم وتعالي فقطعتها صرخة القلم كفى ما هذه الغرطسة ما هذه الغطرسة التي تتحددين بها يعني ما هذا التكبر ما التكبر والتعالي ولما هذا التعالي بدأت اللوحة تتكلم بهدوء وترد على سؤاله هذا حقي العصر عصري وهذا أوان استخدامي هو الأسرع هو الأكثر إتقانا هو 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 هل تريد المزيد أجابها كلا عالم كل هذه الميزات جيدا فلماذا لا تعترفين بي أجابتها أعترف بماذا ما أنت إلا مجرد مجرد ماضي إذن لوحة المفاتيح بدأت تتكلم معه بهدوء وترد على أسئلته قلت له هذا الحق المتاعي وهذا العصر اللي جيت فيه فنخدم فيه ونريد نقض ندير فيه الحواج اللي لازم يستعاملوني فيه أنا عندي كذا وانا عندي كذا ولكن انت مجرد من الماضي قال من الماضي ما عندك حتى استعمال لوحة المفاتيح تعلق الكمبيوتر رح تسهل عليك كل الأشياء التي تتطلبها هذه الحياة صاح القلب ما أشدت جبورك أما علمت أن ذا الله سبب القلم في كتابه يعني قلت لك بدأ القلم يعيط ويقول هذا القلم أقسم به ربنا سبحانه وتعالى في صوت القلم بعد بسم الله الرحمن الرحيم والقلم وما يصطرون إذن أما علمت كم من أحقاب أي من كم من أعوام وكم من من قرون مضت على علي وما زلت باقيا أخبريني إذا ما وصفوا براعة الكاتب ألا ترين أنهم يقولون صاحب القلم السيال أرأيت لو أن التيار قد انقطع هل سيكون لك فائدة حين ذاك أما سمعت قول الشاعر ماذا جنيت عليهم أيها القلم والله ما فيك إلا النصح والحكم ها هنا قالت اللوحة بصوت هزيل بعد فترة من الضبت يعني بصوت خلاص ما يتسمعش خلاص الحق معك لقد أعماني بريق الشهرة عن رؤية ما ذكرتك ما ذكرت كنت مخضئة حينها ارتسمت معالم الهدوء على حركة القلم وقال أنا وأنت يكمل أحدنا يكمل أحدنا الآخر يعني مكملا لبعضهما أنا أمثل الأصالة وأنت تمثلين المعاصرة وهما أساس نهضة هذه الأمة وحضارتها هذا هو النص حوار بين قلم واللوحة جد بسيط يعني يعطينا عبرة مستفادة منه نمر إلى الأسئلة عندك الأسئلة الجزء الأول الوضعية الأولى لمعرفة الفهم اذكر عبارتين تدل على غطرصة لوحة المفاتيح من خلال فهمك للنص أي تكبر لوحة المفاتيح من خلال فهمك للنص أكمل الجدول التالي خصائص ومميزات القلم خصائص ومميزات لوحة المفاتيح عطيني غير زوجبرك اقترح فكرة عامة للنص اشرح بالمفردات كلمة يقبع وهات ضد كلمة الغطرصة الوضعية الثانية التطبيق والتحليل والتركيب والتقويم أعلم ما تحته خط إعرابا تفصيليا هذا هو اللي راح تعربوها هذه هي الكلمة القلم راح تلعبو تعربو تعربو إتقانا أحسن نوريها لكم بهذه الطريقة راح تعربو إتقانا بهذه الطريقة القلم وإتقانا اكتب العدد الوارد في السنة بالحروف وإضبطه بالشكل ضغط الكاتب على 12 زرا يستخرج من السنة دي أسلوب استثناء وحدد أركانه ثم حدد نوعه يعني راح تدعو هذه الطريقة قريته لكم كما العدد والمعدود قريته لكم كما الاستثناء تقريته لكم تقدروا تديروا أبسط ما يقول إذن أبرز المثالين مختلفين عن الإحالة النصية وبين دورها في النص سم الصورة البيانية التالية بدأت اللوحة تتكلم هذه أعطوني الصورة البيانية وكنت شرحتها في اللايف ابحث في الفقرة الأخيرة المحسن بادعي وأذكر نوعه قدر قيمة أخلاقية للنص البضعية الإدماجية السياق عزم جدك على آداء فارضة الحج فرافقته إلى المطار بغية توديعه وحينها أخبرته أنك ستواصل معه بالصوت والصورة هندهش من ذلك وأبدأ استقرابه من الأمر السند إن جهاز الإعلام الألي أصري وعجيب يجعلنا نتواصل بسرعة مذهلة مع غيرنا في جميع أقدار العالم التعليم اكتب مقالا من ستة عشر سطرا تفسد فيه لجدك كيفية التواصل معه عبر الأنترنت مبرزا بالحجة أهميتها موظفا الموارد المكتسبة خلال المقطع الله ولي التوفيق إذن حبس الفيديو جاوب على الأسئلة ومرضك للحل الإجابة النموذجية عندي الجزء الأول وضعية الجزئية الأولى العبارتان الدالتان على غطرسة لوحة المفاتيحية ما رأيك في فكرة الانتحار كان الواجب أن يضعوك في متحف للآثار تكون مجرد ذكرى من الماضي يتردد عليك الزائرون من خلال فهمي للنص أكملت الجدول الآتي خصائص ومميزات القلم يمثل الأصالة فيه النصائح والحكم خصائص ومميزات لوحة المفاتيح هي الأسرع عفوا تمثل المعاصرة إذن الفكرة العامة بيان أهمية كل من القلم والحاسوب الشرح يقبع يجلس الضد الغطرسة ضدها هي الإنصافة الوضعية الجزئية الثانية الإعراب التفصيلي للكلمة القلم بدل مرفوع يضم الظاهرة إتقانا تمييز منصوب بالفتحة الظاهرة كتابة العدد الوالد في الجملة التالية ضغط الكاتب على 12 زرا 12 زرا استخرج أسلوبا استثناء وبين أركانه ونوعه ما أنت إلا مجرد قلم آدات النبي آدات الحصر مستثناء استثناء غير حقيقي أسلوب حصر مثالان عن الإحالة النصية وبيان دورها أغلق الكاتب باب حجرته إحالة قبلية بالضميرة ذلك القلم إحالة بعدية باسم الإشارة دورها تجنب التكرار الصورة البيانية بدأت اللوحة تتكلم استعارة مكنية المحسن البديعي في الفقرة الأخيرة الأصالة عكسها المعاصرة طباق إيجابة القيمة المستفادة هي أفضل اسمحوا لي الطباق إيجاب القيمة المستفادة هي إذا أردت الأصالة فعليك بالقلم وإذا عليك بالمعاصرة فعليك بالكمبيوتر إذن كل جواب مقارن للمعنى هو صحيح يعني إذا كنت عندك إيجابة مغيرة لكن عندها نفس المعنى إيجابة صحيحة هذه المعايير والإنسجام سلامة اللغة الإبداع والإتقال تالوظيات الإدماجية عندكم الملائمة عندكم الاحترام الحجم عندكم كتابة مقالة عن كيفية تتواصل عبر الإنترنت وبيان أهميته عندكم تسلسل الأفكار حسن توظيف المعارف احترام عناصة الموضوع احترام التركيم احترام العلامة الوقت رسم الإملائي حسن العرض وجودة الخط وتنظيم الورقة هذه المكامل المؤشرات والمعايير اللي يحسب عليهم الأستاذ إن شاء الله تكونوا استفدتوا بزاف بزاف من هذا الفرض ما تنسبش قبل نهايته تشتركوا في القناة وتشتركوا في قناتي الثانية إكرام تيوب توعلوا زر جرس التنبيهات لتصلكم كامل الإشعارات أعجاب الفيديو وكذلك كامنت حلو منكم وشارعوا وباي انتلاقوا في فيديو قادم إن شاء الله بسرح 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 بسرح